السلام عليكم مفيش جدال في اننا عايشين في عالم عنيف جدا تجلى فيه العنف بكل صور واشكال مهما بلغ المدى من التحضر او المدنية او التعليم او غير ده من الاشكال التانية اللي مفروض تدل على الحياة الاكتر سلمية لكن بيفضل برضو فيه كمية عنف موجودة اين كان شكلها ايه في رأي اخطر اشكال العنف هو العنف المبني على فكرة او المبذول في سبيلها لاننا دايما لما بنيجي نواجهه بنقع في الخطأ القاتل بتاع مواجهة العنف بعنف بدل من نواجه الفكرة بفكرة ونفيش ادل على ده اكتر من العنف الديني كتاب النهاردة هو كتاب اللهوت العربي واصول العنف الديني للكاتب والباحث المصري دكتور يوسف زيدان يوسف زيدان طبعا صاحب البوكر في روايته الشهيرة جدا عزازيل لأعمال رواية كتير زي النبطي وظل الافعة وكتب فيه مواضيع بحثية وفكرية كتير جدا زي الفكر الصوفي او الفرق بين الدين والتدين او فقه الصورة وغيرها من المواضيع لكن في رأيي كتاب النهاردة اللهوت العربي هو اهم ما كتب يوسف زيدان وده علشان حاجتين اول حاجة علشان الموضوع اللي هو بيتكلم فيه موضوع فعلا مهم وفعلا مؤثر وسنيا لانه بيتكلم او من منظور مختلف تماما عن المنظور اللي غالبا بينظر به للمواضيع او الحوادث اللي هو هيحكي عنها اللي غالبا بتكون معروفة للناس كتير مننا ولكن دلالتها دايما بتكون مبهمة يعني ايه اللهوت اللهوت هو العلم المختص بالبحث في الذات الالهية او صفات الخالق وهي كلمة اصلها سورياني انتقل لغة العربية وغالبا بيستخدم فيه الدراسات المتعلقة بالمسيحية يعتبر عكس النسوت والمقابل لي في الدراسات الاسلامية هو علم الكلام زيدان في الكتاب ده بيحاول يكسر الفكرة اللي معروفة بالنسبة لنا كلنا من ان الاختلاف اوجه الاختلاف بيننا جوهرية وكبيرة جدا وده عكس كل اللي احنا عرفناه من كتب التاريخ او من دراسة او حتى من الثقافة الشعبية وبيقول ان كل الحروب اللي قامت لأسباب دينية في اصلها وفي حقيقتها ما كانتش قايمة لأسباب دينية ولكن كانت قايمة لأسباب سياسية او محركها الاصلي كان أسباب سياسية وبيعبر عداء بقوله انه لما بتتماث دواير الدين والسياسة لازم بيجي معاهم او لازم يحركوا معاهم عجلة العنف الدين وده اللي عبر عنه ايضا بفكرة وحدة الاصل واختلاف التجليات الكتاب يناشي موضوع طبعا من تلات وجهات نظر وجهة النظر اليهودية ثم المسيحية ثم الاسلامية وده من خلال بحثه في او مقارنته بين صفات الله في التوراة ثم في المسيحية ثم في الاسلام ودين بيتكلم على التغيرات اللي طرأت على كل ديانة من التلاتة دول من اول صورتها الاصلية اللي نزلت بيها او اللي تعرفت بيها وبعد كده التغيرات اللي طرأت عليها سواء اختلافات قدت لوجود فرق ومذاهب وملل داخل الدين الواحد والتغيرات دي قدت للفصل الاخير من الكتاب اللي هو فكرة العنف الديني لان التغيرات دي كان بعضها متطرف جدا حتى داخل الدين الواحد او المذهب الواحد اسلوب يوسف زيدان بعيدا عن انه اسلوب مختلف عن كتاب كتير موجودين دلوقتي وبعيدا عن انه اسلوب فصيح جدا في رأيي وفي الكتاب ده بالذات بيتميز بحاجتين اول حاجة ان هو اسلوب منظم وبالتالي هو بيدفعك ان انت تتفكر بطريقة اكتر تنظيما تاني حاجة ان هو اسلوب منطقي بيعتمد على فكرة المقدمات والنتائج وده بيخليه يوصل لفكرته اللي هو عايز يقولها لك بطريقة اوضح واسهل كتاب تقيل جدا بيناقش موضوع مهم جدا او مكتوب بطريقة حلوة وسهلة وشرحة نفسها ولكن ده ما بيقللش خالص من المجهود اللي بيكون مفروض يكون موجود او اللي بيبذله القارئ وانا شايفة ان القارئ اللي بيرى كتاب ده لازم يكون فيه ثلاث حاجات اول حاجة ان هو ما يكونش مستخف بموضوع الكتاب او مستخف بالاثر الكتاب ده هيحدثه في طريق تفكيره وتاني حاجة ان هو ما يكونش بيرى كتاب بمينسيت معينة او ان هو يكون عنده مرونة شوية ذهنية او فكرية تأهيل ان هو ممكن يتقبل فكرة هو كان رفضها قبل كده او ما يرفضش افكار لمجرد ان هي مختلفة مع معتقداته واهم حاجة ان هو يكون قارئ نشيط ما يكسلش يدور على اصول او صحة المعلومات التاريخية او الدينية او الفلسفية او غيرها من المعلومات اللي موجودة في الكتاب ان الاجابات عمرها ما بتوصل للقارئ الكسول لهوت العربي في رأيي من اهم الكتب اللي اتكلمت عن مقارنة الاديان او اتكلمت عن الفروق والتشابه بين الاديان الاسباب دي والاسباب التانية كتير الكتاب ده يستحق تقايم بخمسة من خمسة اتمكنوا التقرير ده كان مفيد لكم شاركونا في تعليقات بينما نتكلم عن كاتب غزير الانتهاج زي يوسف زدان ايه افضل الحاجات اللي انت وقرأتها له ان شاء الله نتقبل ازواج جايه في حلقة جديدة من دولة الكتب شكرا